النازحون في اليمن خاصة في مخيمات محافظة مأرب يعيشون معاناة لا تنتهي وأسباب موت عديدة يتعرض لها النازحون من جوع وكوارث وحرائق أكثر من 164 خيمة احترقت وتسببت بخسائر بشرية ومادية 24 نازحا كانوا ضحايا لتلك الحرائق بين قتيل وجريح وذلك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب قالت أن أكثر من 70 حريقا شبا في عدد من مخيمات النازحين المنتشرة في المحافظة وذلك منذ مطلع العام 2023 مأرب والتي تشير الإحصائيات إلى احتضانها ما يقارب من 60% من إجمال النازحين داخل اليمن والذين يتجاوزون أربعة ملايين شخص ممن فروا من مساكنهم ومناطقهم هربا من لضي الحرب التي أشعلتها البليشيا الحوثية في البلاد منذ تسع سنوات إضافة إلى حملات الملاحقة المستمرة التي تشنها بحق المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها خاصة ممن يختلفون معها في الفكر والتوجه الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أوضحت أن هذه الحرائق أودت بحيات ستة نازحين فيما أصيب 18 آخرين علاوة على تسببها باحتراق 73 شبكية و84 خيمة إحصائية سابقة لوحدة النازحين في مأرب ذكرت أن الحرائق التي شهدتها مخيمات وتجمعات النازحين خلال الثلاث السنوات الماضية بلغت نحو 300 حرير أسفر عن وفاة وإصابة 67 شخصا من محافظة مأرب ومن وقت لآخر تشهد مخيمات النزوح والتي غالبيتها مكونة من القش والخيام حرائق تتسبب بسقوط الضحايا والخسائر المادية